بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي للتعليم المستمر يطيبوننا للقاء بكم في درس من دروس الرياضيات محدثتكم أمل الحاز موضوع درسنا اليوم هو المتر المربع ومضاعفاته المتر المربع ومضاعفاته هنا رابط الدرس الرقمي الدرس خمسة وثلاثون تعلمنا في الدرس السابق أجزاء المتر أجزاء المتر هي ماذا؟ ملي متر، سانتي متر، ديسا متر والوحدة الأساسية هي ماذا؟ هي المتر أيضا تعرفنا على مضاعفات المتر ديكتامتر، هيكتامتر، كيلو متر تعرفنا على الوحدات جزء أجزاء المتر وتعرفنا على اليوم سوف نتعرف على مضاعفات المتر هنا لدينا وحدة أساسية هي ماذا؟ هي وحدة المتر إذن تعرفنا على الملي متر، السانتي متر، وديسي متر أجزاء المتر تعتبر من أجزاء المتر المتر عبارة عن وحدة أساسية واختصارها مين تعرفنا على سلسل تحويل وحدات الطول طلابي وطالبات الأعزاء من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة، من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة ما هي العملية التي نقوم بإجرائها؟ أحسنتم عملية القسمة، عملية القسمة، انظروا إلى هنا من ملي متر إلى بسانتي متر نقسم على عشرة، من سانتي متر إلى ديسي متر نقسم أيضا على عشرة، من ديسا متر إلى متر أيضا نقسم على عشرة من وحدة صغيرة، لا ننسى طلابي وطالبات الأعزاء، من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة، العملية التي نقوم تنفيذها عملية القسمة أما العكس من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة، نجري عملية الضرب أحسنتم كيلو متر إلى هكتو متر، من هكتو متر إلى ديكتا متر، من ديكتا متر إلى متر، ومن متر إلى ديسي متر، ومن متر إلى سانتي متر جميعها إلى عشرة، ولكن ننتبه عند إجراء عمليات التحويل الوحدات الموجودة لدينا وما هي العملية التي تحتاج إليها في عملية التحويل هل تحتاج إلى عملية القسمة أم إلى عملية الضرب؟ وحدات الطول، مليمتر، سانتيمتر، ديسا متر، والوحدة الأساسية هي المتر أيضا من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة نقسم والعكس، من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة نقوم بعملية الضرب وحدات المسافة هناك اختلاف ما بين وحدات الطول ووحدات المسافة نفرق طلابي وطالبات الأعزاء ما بين وحدات الطول ووحدات المساحة وحدات المساحة هنا لاحظي، ما هو الاختلاف؟ ما بين وحدات الطول ووحدات المساحة أحسنتم وحدات المساحة عبارة عن قيمة مضاعفة لوحدات الطول إذن لاحظوا هنا مليمتر مربع مليمتر مربع سانتيمتر مربع اللي هو رمز الاثنان ديسا متر مربع والوحدة الأساسية متر مربع أيضا التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة عملية القسمة ولكن ليست على عشر ولكن على ماذا أحسنتم على مئة من مليمتر إلى سانتيمتر أقسم على مئة ومن سانتيمتر إلى ديسا متر مربع لا ننسى ديسا متر مربع أيضا نقسم على مئة من ديسا متر مربع إلى متر مربع أيضا نقسم على مئة العكس طلابي وطالبات الأعزاء من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة أجري عملية أحسنتم عملية الضرب نضرب في ألف في مئة من متر مربع إلى ديسا متر مربع أضرب في مئة أيضا من ديسا متر مربع إلى سانتيمتر مربع أيضا نضرب في مئة من سانتيمتر مربع إلى مليمتر مربع أيضا نضرب في مئة إذن سلسل تحويل الوحدات نلاحظ هنا من مليمتر إلى سنتيمتر أقسم على مئة عملية قسمة من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة عملية القسمة والعكس عمليات الضل إذن ماذا سنتعلم في هذا الدرس طلاب وطالبات الأعزاء أحسنتم؟ معرفة الوحدات انظروا معرفة الوحدات المناسبة لقياس المساحة لقياس المساحة معرفة الوحدات المناسبة لقياس المساحة أيضا التحويل بين وحدات المساحة تعرفنا في الحصة الفائتة التحويلات بين وحدات الطول الآن سوف نتعرف على التحويل بين وحدات المساحة يمكن قياس مساحة سطح غرفة بالمتر المربع يمكن قياس مساحة سطح غرفة بالمتر المربع ويمكن قياس مساحة سطح قريطة حائد بالديسيمتر المربع ويمكن قياس مساحة سطح طابع بريدي بالسانتيمتر المربع هناك تساؤلات ولكن بأي وحدة سنقوم بقياس مساحة أسطح أقطار العالم بأي مساحة أو بأي وحدة تقاس مساحة أسطح أقطار العالم تاري نتعرف على هذه الوحدات الوحدات المترية لقياس الطول المتر الدكتا متر الهكتو متر والكيلو متر لاحظوا هنا المتر اختصارها ميم ولكن كيف تقرأ المتر؟ أحسنتم الدكتا متر اختصارها دال كاف ميم ولكن تقرأ الدكتا متر لا ننسى طلاب وطالبات الأعزاء هناك اختصارات ولكن طريقة قراءتي لهذه الاختصارات لا بد أن تكون صحيحة الهكتو متر اختصارها ها كاف ميم ولكن تقرأ ماذا؟ الهكتو متر الهكتو متر الكيلو متر اختصارها كاف ميم وتقرأ الكيلو متر متر دكتا متر هكتو متر كيلو متر لاحظ نتذكر التحويل من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة احسنتم نجري عملية القسمة من متر الى دكتا متر قسمة عشرة من دكتا متر الى هكتو متر احسنتم قسمة عشرة من هكتو متر الى كيلو متر ايضا القسمة على عشرة طيب طلاب وطالبات الأعزاء عملية العكس من وحدة كبيرة الى وحدة صغيرة ما هي العملية التي سوف تكون هنا؟ احسنتم رائعين عملية الضرب من كيلو متر الى هكتو متر ضرب في عشرة احسنتم من هكتو متر الى دكتا متر ايضا الضرب في عشرة من دكتا متر الى متر ايضا الضرب في عشرة اذا الوحدات المترية لقياس الطول هنا المتر الدكتا متر الهكتو متر والكيلو متر عند التحويل نتذكر دائما عند التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة نضرب عند التحويل من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة نقص نلاحظ هنا مليمتر، سانتيمتر، ديسامتر، متر، ديكتامتر، هكتومتر وكيلومتر تحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة نضرب والعكس نجري عملية القسمة نلاحظ هنا ملي متر مربع سانتي متر مربع ديسا متر مربع متر مربع ديكتا متر مربع هكتو متر مربع وكيلو متر مربع لا ننسى كيلو متر مربع اذن الوحدات من تحويل من وحدات كبيرة الى وحدات صغيرة نجري عملية الضرب ولكن في ماذا؟ احسنتم مباعف لماذا؟ لان هنا لدي ملي متر مربع وليس ملي متر ملي متر حق الطول يا طلابي وطالبات الاعزاء ملي متر مربع عبارة عن المساحة وحدة المساحة العكس من تحويل من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة عملية القسمة اذن الوحدات المترية لقياس المساحة المتر المربع انظري نطقي لهذه الكلمة المتر المربع ولكن كيف يكتب؟ احسنتم متر مربع اثنان اس اثنان الدكتا متر المربع دكتا متر مربع دال كاف ميم مربع له اس اثنين او رقم اثنين الهكتو متر المربع يساوي اختصارها ها كاف ميم مرفوعة للأس اثنين الكيلو متر المربع ايضا كاف لام ميم مرفوعة للأس اثنين هذه الوحدات تستخدم لقياس المساحة لقياس المساحة اثن متر مربع دكتا متر مربع هكتو متر مربع كيلو متر مربع من وحدات كبيرة نعيد يا طلابي وطالبات الأعزاء من وحدات كبيرة الى وحدات صغيرة نضرب والعكس من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة نقسم هنا من وحدة صغيرة الى وحدة كبيرة نقسم على مئة نقسم على 100 لأنها ماذا لدينا هنا؟ المساحة المساحة هناك فرق ما بين الطول والمساحة من هكتومتر مربع إلى كيلومتر مربع أيضا نقسم على 100 والعكس عملية الضرب عند التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة نضرب ومن وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة نقسم دائما طلابي وطالبات الأعزاء ثبتي لديك قاعدة في عمليات التحويلات اتركي هذه القاعدة أمامك وتذكريها في عملية التحويل من وحدة إلى وحدة أخرى نلاحظ هنا المتر المربع هو عبارة عن ماذا؟ هو مساحة سطح مربع طول ظلعه واحد متر هذا هو المربع طول الظلع الأول واحد متر طول الظلع الثاني واحد متر عبارة عن ماذا؟ المساحة هنا أحسنتم ضربوا الطول بالطول أحسنتم رائعين يعطي واحد مترا مربعا هنا واحد متر مربع واحد متر واحد متر يعطيني واحد متر مربع الدكتامتر المربع هو عبارة عن ماذا؟ هو مساحة سطح مربع مساحة سطح مربع طول ظلعه واحد دكتامتر إذن الطول الأول واحد دكتامتر والطول الثاني واحد دكتامتر إذن عبارة عن ماذا؟ أحسنتم واحد دكتامتر مربع عبارة عن المساحة نتذكر المساحة إذن واحد كيلو متر كم يعادل من دكتامتر؟ أحسنتم يعادل مئة واحد كيلو متر مربع يعادل عشرة آلاف أحسنتم دكتامتر مربع الهكتومتر المربع أيضا هو مساحة مربع هو مساحة مربع طول ظلعه واحد هكتومتر طيب هذه المساحة الطول الظلع الأول واحد هكتومتر طول الظلع الثاني واحد هكتومتر ضرب طولين مع بعضهما يعطيني أحسنتم واحد هكتومتر مربع إذن واحد كيلو متر كم يعادل من هكتومتر؟ يعادل عشرة هكتومتر ولكن بوحدة المساحات واحد كيلو متر مربع يعادل كم؟ أحسنتم مئة هكتومتر مربع لا ننسى هناك فرق ما بين وحدات الطول ووحدات المساحة الكيلو متر المربع كيلو متر مربع هو مساحة سطح مربع طول ظلعه واحد كيلو متر هذه المربع موجود لدينا هنا المساحة طول ظلعه واحد كيلو متر طول الظلع الآخر واحد كيلو متر بضرب طول الظلعان موجود لدينا هنا يساوي واحد كيلو متر مربع واحد كيلو متر مربع الواحد كيلو متر يعادل ألف متر يعادل ألف واحد كيلو متر لتحويله إلى متر يعادل ألف ضرب ثلاث عشرة في عشرة في عشرة يعطينا ألف واحد كيلو متر مربع واحد كيلو متر مربع يعادل مليون مترا مربع يعادل طلابي وطالبات الأعزاء مليون متر مربع مستعينة بالسلسلة التالية للمساحات املأ الفراغات بما يناسبها دائما طلابي وطالبات الأعزاء اجعلي الوحدات الموجودة أمامك حتى تستطيع إجراء التحويلات ما بين المساحات لاحظي هنا من ملي متر إلى سانتي متر نقسم على مئة من سانتي متر إلى ديسي متر نقسم على مئة من ديسا متر إلى متر نقسم على مئة من متر إلى ديكتا متر نقسم على مئة من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة عملية قسمة قسمة ماذا؟ المئة تختلف هل المئة دائما لو جينا نحول من ملي متر إلى ديسا متر انتبهي طلابي وطالبات الأعزاء انظري إلى الوحدات التي سوف تقومين بالتحويل بينهما وما قيمة هذا التحويل العكس من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة نجري عملية الضر ننظر إلى المثال الأول لدي هنا قراءة العدد تسعة مليون مترا مربعا مترا مربعا أريد تحويله إلى كيلو متر أريد تحويله إلى كيلو متر ما هي العملية التي سوف أجريها هنا من متر إلى كيلو متر من متر إلى كيلو متر ما هي العملية التي سوف أجريها هنا أحسنتم عملية القسمة ولكن لاحظوا هنا عملية القسمة من متر إلى دكتا متر مئة من دكتا متر إلى هكتو متر مئة ومن هكتو متر إلى كيلو متر مئة ولكن هنا من متر إلى كيلو متر إذن سوف أقسم على كم أحسنتم صفران وصفران وصفران أحسنتم رائعين على مليون إذن سوف أجري عملية القسمة على مليون تعالوا نلاحظ في عملية القسمة الأصفر ما لا نفعل بها أحسنتم نقوم بحذف الأصفر كم يتبقى لدينا هنا لننظر الصفر الأول مع الصفر الأول الثاني مع الثاني الثالث مع الثالث الرابع مع الرابع والخامس مع الخامس والسادس مع السادس تسعة تقسيم واحد كم يعطيني طلاب وطالبات الأعزاء أحسنتم يساوي تسعة لاحظت ماذا فعلنا هنا قمنا بتحديد الوحدة التي سوف أقوم بتحويلها إلى الوحدة الأخرى لاحظنا أن العملية هنا ماذا؟ عملية قسمة ولاحظنا أيضا القسمة على ماذا؟ على عدد معين على حسب عدد التحويلات الموجودة لديك هنا ننتقل إلى السؤال الآخر با ملي متر مربع لدي ثمانية ديسا متر مربع ثمانية ديسا متر مربع يريد تحويلها إلى ماذا؟ إلى ملي متر مربع من ديسا متر إلى ملي متر مربع ما هي العملية هنا؟ أحسنتم عملية الضرب عملية الضرب ولكن الضرب على ماذا؟ الضرب على ماذا؟ أحسنتم لدي هنا مئة وهنا مئة أحسنتم رائعين أقسم وأضرب على عشرة آلاف أحسنتم بعملية الضرب على عشرة آلاف الضرب في عدد من مضاعفات العشرة ماذا نفعل بالأصفار؟ أحسنتم أقوم بتنزيل الأصفار كم صفر لدينا هنا؟ أحسنتم أربعة أصفار وثمانية ضرب الواحد أحسنتم يعطيني ثمانية ثمانين ألف أحسنتم رائعين إذن السؤال اللي بعده سين سانتيمتر مربع سانتيمتر مربع لدي هنا ماذا؟ أحسنتم عشرة آلاف عشرة آلاف ملي متر مربع لدي عشرة آلاف ملي متر مربع هذه هنا وحدة الملي متر لدينا هنا وحدة الملي متر يريد تحويلها إلى سانتيمتر من ملي متر إلى سانتيمتر ما هي العملية هنا؟ أحسنتم عملية القسمة نقسم على ماذا؟ أحسنتم على مئة نقوم بحطف الأصفار صفر الأول الثاني مئة تقسيم واحد كم يعطيني؟ أحسنتم رائعين يعطيني مئة سانتيمتر مربع نحدد عملية القسمة نحدد العدد الذي سوف نقوم بقسمته هل هو مئة أو مئة ألف أو عشرة آلاف على حسب وحدات الموجودة لدي هنا ننتقل للسؤال الآخر لدي هنا نقرأ العدد مئة ألف مئة ألف سانتيمتر مربع سانتيمتر مربع وحدات السانتيمتر سانتيمتر مربع نريد تحويلها إلى متر مربع إلى متر مربع من سانتيمتر مربع إلى متر مربع ما هي العملية لدينا هنا؟ أحسنتم عملية القسمة نقسم على ماذا؟ ممتازين نقسم على عشرة ألاف لا ننسى قسمة عدد في عدد نقوم بحذف الأصفال أحسنتم الصفر الأول مع الصفر الأول الثاني مع الثاني الثالث مع الثالث والرابع مع الرابع عشرة تقسيم واحد كم يعطيني طلابي وطالبات الأعزاء؟ أحسنتم يعطيني عشرة مترا مربعا إذن الوحدات نستعين بماذا؟ بطريقة تحويل الوحدات من صغير إلى كبير ومن كبير إلى صغير نرسم السلسلة أمامنا طلابي وطالبات الأعزاء حتى لا ننسى عملية القسمة والضرب تدريب رقم واحد مستعين بالسلسلة التالية للمساحات أملئ الفراغات المناسبة مساحة منزل مساحة منزل ما هي الوحدة المناسبة لقياس مساحة منزل؟ ما هي الوحدة المناسبة؟ أحسنتم مترا مربعا ننظري إلى الشكل الآخر مساحة سهل زراعي مساحة سهل زراعي ما هي الوحدة المناسبة لقياس هذه المساحة؟ أحسنتم هكتو متر مربع جيم مساحة الصبورة ما هي الوحدة المناسبة لقياس مساحة الصبورة؟ أحسنتم المتر المربع مساحة زجاجة نافذة ما هي الوحدة المناسبة لقياس مساحة زجاجة نافذة؟ أحسنتم جي سي متر مربع لدينا مساحة كتاب مساحة كتاب ما هي الوحدة المناسبة لقياس مساحة الكتاب؟ أحسنتم سانتي متر مربع لا ننسى المساحات أيضا مساحة الربع الخالي مساحة الربع الخالي ما هي الوحدة المناسبة لقياس؟ أو معرفة مساحة الربع الخالي؟ أحسنتم كيلو متر مربع لدينا هذا التدريب مساحة مدينة أربعمائة كيلو متر تغطي المباني العمرانية منها مئتان وخمسون كيلو متر مربع ما مساحة السطح الغير مبني نريد استخراج المساحة السطح الغير مبني ماذا نفعل؟ نجري أحسنتم مساحة السطح الغير مبني أربعمائة كيلو متر ناقص مئتان وخمسون كيلو متر نجري عملية الطرح صفر ناقص صفر يعطينا صفر خمسة لا أستطيع طرحها من الصفر أقوم بعملية الاستيلاء الأربعة تصبح ثلاثة الصفر عشر عشر ناقص خمسة يعطيني أحسنتم خمسة ثلاثة ناقص اثنين يعطيني واحد إذن أربعمائة ناقص مئتان وخمسون يعطيني مئة وخمسون كيلو متر مربع أحسنتم التطبيق المنزلي طلابي وطالبات الأعزاء لتثبيت المعلومة نحتاج عمل التطبيق المنزلي لن نتعلم طلابي وطالبات الأعزاء ما لم نتدرب وتم بحمد الله الانتهاء من درسنا اليوم نلتقي في دروس أخرى بإذن الله دمتم على خير